موسيقى طابت توقاتكم بكل خير مشاهدين و أهلا بكم معنا في حلقة اليوم من برنامج ملاعبنا و التي نواصل فيها الحديث عن النشاط الحالي في أرويقات و كواليس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم كما سنقدم لمباريات الجولة العاشرة من دور المحترفين الإماراتي لإضافة إلى محاور أخرى نزور فيها ملاعب الرياضة الإماراتية و لكن قبل البداية سأرحب بضيفي في الستوديو كلهم من الأستاذ أحمد الحوري رئيس القسم الرياضي بجريدة البيان مرحبا أستاذ علي أمسي أيضا نرحب بالأستاذ ضياد دين علي رئيس القسم الرياضي بجريدة الخليج أنا بيكم و أشارككم معنا سعر الله يسلمك في الاصل القصير و أنا أعود معكم تفضلوا ببقائما احتضنت العاصمة التايلندية بانكوك اليوم حفل جواز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2017 حيث حصدت اتحادات شبق القارة العدد الأكبر من جوائز هذا العام فيما تسلم سعادة يوسف السركال جائزة ماست آسيا نظير جهوده السابقة في تطوير الكرة الأسيوية في حفل أسطوري احتضنته العاصمة تايلندية بانكوك أقام الاتحاد الأسوي لكرة القدم حفل توزيع جوائزه للعام 2017 نصيب الأسد من الجوائز حازت عليه كرة شرق ووسط القارة باستثناء جائزة أفضل لاعب التي حصل عليها اللاعب السوري و نجم الهلال السعودي عمر خريبين فيما عدا ذلك كان نصيب غرب القارة وتحديدا منطقة الخليج العربي جائزة شرفية واحدة قدمت لسعادة يوسف يعقوب السركال نظير جهوده السابقة لتطوير الكرة الأسيوية حديث الشيخ سلمان بن إبراهيم لم يأتي بجديد فالرجل ما زال يتحدث عن آسيا متحدة وكرة قدم متطورة فنيا وتنظيميا وتحكيميا ولاعبون جلبوا الفخر للقارة من خلال تفانيهم في تقديم الأفضل رسائل اعتاد عليها الجميع من الاتحاد القاري عنوانها الازدواجية في المعايير والقيم وأبسط رد عليها اليوم فاقد شيء لا يعطي نواصل ما بدنا بالأمس الحديث عن موضوع النزاهة الشفافية الكثير من الأمور اللي تحدث عنها الاتحاد الأسيوي لكن أعتقد أن جميع هذه الأمور غير موجودة في الاتحاد الأسيوي خصوصاً الصور اللي راح نتحدث عنها بعد قليل ويضاً الدسائس والخيانة الموجودة من خلال التعمد التصوير لكن أتكلم عن المحاصصة في آسيا بالتحديد جوائز العام 2018 ممكن نتوقعها من الحين راح تروح لغرب القارة تعودنا لما يكون الحفل في غرب القارة تكون الجوائز لشرق القارة لما الحفل يكون في شرق القارة تكون الجوائز لغرب القارة بسم الله الرحمن الرحيم يعني هي نسبة وتناسب حتى هذه المحاصصة في بعض الأوقات تكون المحاصصة مقبولة لكن حتى هذه المحاصصة من خلال التجاه ومن خلال ما نراه من الاتحاد الأسيوي أنا لماذا قلت الموضوع فيه شيء غريب أنت تعطي أفضل اتحاد للأفغاني وأفضل اتحاد متطور للأتحاد الإيراني بالضبط أنا أقول لك حتى هذه المحاصصة لكن أنت هذا اللي يريد أن يوصل الله عليه حتى هذه المحاصصة المحاصصة في بعض الأوقات مقبولة لكن حتى المحاصصة هذه لا تكون أعتقد أن النهج الذي ينتهجه للأتحاد الأسيوي ذاهب إلى فقط جماعتي وربعي اللي هم بواقفين وياية اللي هم في المطبخ اللي هم يسيرون للأتحاد الأسيوي في الفترة الحالية ومن خلال السنة الماضية حتى المحاصصة لا نرى فترة على فكرة هي ذاهبة باتجاه واحد فقط ربعي وليواقفين وياية هم اللي بيكونون المميزين هم اللي بيكونون لهم الحضوة هم اللي بيكونون معايا في التكريم والتميز فهل من المعقول أن الآن الاتحاد الإيراني اللي كان تشكو منه اللندية الخليجية طوال الفترة الماضية هو اللي يأخذ أفضل اتحاد آسيوي متطور هذه أمور مش مقبولة من الاتحاد الآسيوي حتى يعني خصوصا بعد ارتفاع الوتيرة اللي تقول لك أن لا انتهت حقبة آسيا وحدة آسيا متوحدة شعارات سلمان من إبراهيم عهد سلمان إبراهيم انتهى خصوصا بالحديث عن هذه الحقبة شوف ما نقدر نقول انتهى لأنه لا زال هو على رأس عمله لا زال هو على كرسي رأسة الاتحاد الآسيوي لا زال هناك من يدعمه وهناك من يؤيده وهناك من يدفع للبقاء في هذا المنصب وهناك من يتكسب من وجود سلمان إبراهيم في هذا المنصب نشاهد اللي نشاهده خلال السنتين الماضيتين أنه بالفعل هناك من يتكسب من وجود سلمان إبراهيم هناك من يقول احنا وصلناك وصلناك لكرسي الرأسة ولابد أن نكسب من هذا من وجودك فما نشاهده ونشاهده وسنشاهده في الأيام القادمة علي يدل على أن بالفعل الاتحاد الآسيوي مسير أنا قلتها وأنا مسؤول عن كلمتي قلتها من فترة طويلة وليس من الآن ليست بسبب مشكلة الأندية الإماراتية والسعودية معاه أنا قلتها يمكن من سنتين أن الاتحاد الآسيوي مسير وليس مخير الاتحاد الآسيوي فيه من يدفعه إلى هذه التوجهات من يكتسب من وراء وجود الشيخ سلمان إبراهيم على رأسة الاتحاد كل ما نرى نرى أن بالفعل هناك من يقود هذه المركبة أو هذا المركب فيه اتجاه مغاير تماما لأن يكون اتحاد قوي أو يكون اتحاد منصف أو يكون اتحاد يراد من وراءه أن تطوير الكرة لا أبدا الآن أصبحت قصة تطوير الكرة وتطوير اللعبة في القرى الأسيوي بعيدة تماما عن نهج الاتحاد بعيدا عن تماما ما نرى الاتحاد الإيراني يأخذ الاتحاد المتطور بعد كل ما سمعناه خلال الفترة الماضية من سوء معاملة من طائفية من شكاوي من كل الأندية التي ذهبت إلى إيران كأن الاتحاد الأسيوي عاند أندية غرب آسيا وخاصة أندية الإماراتية والسعودية بهذا القرى سعود المهندي موجود هو اللي يحول لهم الجوائز بالنسبة للمعايير اللي يتخذها الاتحاد الأسيوي وأيضا القيم والشعارات اللي يلادي فيها هل هو يطبقها؟ أخذ بالك بالحاجة هو ما يقدرش يكون طول الوقت كمان عمل لك ماشي شماليا في بعض المعايير تطبقت إلى حد ما تقبلها وتقول أنها حققت هدفها بالنسبة للخيارات يعني أعتقد نسبة للأحسن لعب أعتقد عمر خربين كان يستاهل ونحن نبال حتى في الحلقة توقفنا عندها وقلنا يعني ما افتكرش أن عموري بحكم أنه ابن الإمارات يعني حضوظه عالية بالمقارنة أنا رهاتي لهذا الموضوع أعتقد هذا الشيء الوحيد اللي تحس نوعا من الوضوح لا يعني عايز تكلف النقطة اللي فاتت أنا مع ابو حمدان في كل الألف جزئية أن الاتحاد عنده سلواجات معايير واضحة جدا هو شايف بيعني شعرات فوادي والفعل فوادي أخر والكلام عن الأسيا الموحدة وأسيا اللي هي لحد كبير عندها هدف بترمي إلينا هتكون بتعمل دوري زي دوري أوروبا ما افتكرش القرار اللي هاخده مبارح واللي هو يعني يطلع نهاره بشكل رسمي بالملعب منع اللعب في ملعب المحاية ده يعني بيوحد أسيا ده بيقسمها مئة اسم يعني يعني داخل منطقة غرب أسيا بس هتلاقي بقى فيه انفصام داخلي واضح جدا وفي نفس الوقت يعني كان فيه وسيلة أخرى مئة وسيلة أخرى ممكن يحتوي بها الموقف أبسطها خالصا أنه يسيب الأمور زي ما هي يعني هو كان عنده مشكلة من السنة اللي فاتت وعنده قرار مسبق بملعب محايدة للسعودية وكانت الإمارات قبلة باللعب مع إيران في ملعبها وفي ملعبنا لكن لازم السنة دي يبص بعين الاعتبار للأزمة القطرية والمقاطعة العربية الربعية للقطر ما ينفعش يتجاهلها ويقفز فوق السياسة ويعتبرها كأنها حدث عارض أو ليس له ببودع على خارطة أسيا خصوصا أنه نحن في المجتمع الأسياوي والخليجي بالذات مش ممكن نقفز فوق الاعتبارات السياسية ونعمل لرياضة يعني مظلة أعلى من مظلة السياسة عمرها محصل عمنا نحن في نفس المحور حدث اليوم موقف أقل ما يقال عنه بأنه صادر من جماعة مفلسة لم يعد لها أهمية ولا لتصرفتها تجاه الآخرين أي قيمة الصورة التي تم التقاطها عمدا لسعادة يوسف السركال وهو يصافح رئيس الاتحاد القطري ونشرها بغرض إثارة الفتنة والإضرار برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة موقف آخر يثبت أن هذه الجماعة قضيتها خاسرة كما قال السركال نفسه في بيان صحفي وأنهم لن يصلوا إلى مرادهم أبدا معنا عبر الهاتف أستاذ ذرارب الهول رئيس مجلس إدارة وطني للحديث حول هذا الموضوع وحديث عن الحدث الذي انتشر بشكل كبير في تويتر بمحمد مساء الخير مثل النور والسرور ومسي على الدملاء والجمهوركم الكريم عساس أن نوضح اسم المؤسسة أيضا بشكل واضح وطني الإمارات وطني الإمارات بمحمد أنا بأبدأ على طول شو رأيك في الصور اللي انتشرت شوف أنا بس أنا ما أدافع ولا أتفع بس أنا أبغي يعني المتابعين يشتغلون بلوجيك بالمنطق أنت لاحظ الصورة صورة أول شيء ديجيتل رقمي ما بالتيلفون وإذا أنت بصور بالتيلفون يعني لحظة الموايح وبالتلاعبه هذه تاخذ ثواني إذا أنت ما تشل التيلفون إذا ما تفتح الباسورد إذا ما تطلع الكاميرا يبالك وقت لكن هاي الكاميرا ديجيتل وكانت مركزة على هالجانب إذا تلاحظ كانوا حتى المرافقين لرئيس الاتحاد القطري كلهم على صوب بعيدين ما في أي عائق للصورة عشان يفسحهم المجال لأن الصورة تطلع واضحة رغم أنها مسافة بعيدة صورة من ثلاث بوايا واضحة أنه كانت ديجيتل ورقمية وليست التيلفون حاتف الهدف الذي نشرها حساب قطري أول ما نشر هذا الحساب كان طول الوقت سبل وقذ في الإمارات وطعم في الإمارات والرموز في الإمارات الهدف الثاني هو عارفين أن صعدة يوسف التركال شخصية الأقوى يعني في الانتخابات القادمة والهدف كان أنهم يعني شكل ما يقولون بالعامية أدنى نحن بيحرقون الكرت أيضا خلق الفتنة وللأسف هم نجحوا في هذا الشيء في بعض الناس دفعوا وراء هذا دون الانتظار دون السمع في ما يحدث من ويقف خلف هذا الشيء وأنا ألف مرة يعني دائما أكرر وأحذر يعني نحن محتاجين أن نحن نتريس قليلا قبل الكتابة في أي شيء أو خوص في الموضوع حتى تتضح الرؤية ممكن الصورة حكمت على الموقف بالكامل لا تعرف خفايا هذه الصورة يعني الحين ما كان ممكن ينحط في هذا الموقف حتى عموري ممكن ينحط عمار خلق يوني ينحط المقابل ينحط لها الضغطة هي الحدث الأكبر الجائزة الأكبر كان ببحمد يعني أنت قلت كان ممكن ينحط عموري في هذا الموقف أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي ينحط في هذا الموقف وصور موجودة لكن ما انتشرت بشكل كبير مثل ما انتشرت صور سعادة يوتو في السركال نحن الانتشار ماهلا لأسف هذا موسف أن الانتشار يكون معدنا نحن يعني من طرف نحن نحن نخدمهم في نشر الفتنة في نشر هذا وانت يالست في لدولتك مهما كان هذه الدولة وهذا إنسان تم تعيينه بمرسوم هناك دولة نحن الحمد لله دولة مؤسسات ودولة قانون هي من تحاكم الحكومة من تحاكم ليس الأفراد من يحاكمون ويسحبون السيوف وقطع الأعناق وهذا هذا يأخذنا لسؤال آخر أبو محمد فحوى البيان الذي ظهر من سعادة يوسف السركال الذي ظهر قبل أقل من ساعة الذي أعتقد كان واضح ويوضح كافة الأمور ويضع مثل ما قلت أنت عندنا حكومة وعندنا أيضا قيادات التي تتواصل وأعتقد كان فيه تواصل من القيادة العليا مع سعادة يوسف السركال أعتقد متأكد أنه كان فيه تواصل وشرح وإدراك لهذا الوضع نحن نحن لازم نكون أرقى من نحن أول شيء لازم نفهم نحن أعيال ضايد يضرب هنا المثل في الرقي في 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 التحامل نحن يعيين داخلين على عام زايد نحن لازم نكون مثال للعالم كله في في أشياء الخطابة نحن دائما نقول لك أنت نقول لك لبيك هالإماراتيين يميزهم في التعامل مع الناس ما توصل فينا نحن إلى أسلوب التشكيف وطنية أي إنسان مهما كان انتظر يا أخي يوم ما بيتختار أي شيء انتظر يوم شوف شو القرار اللي بيتخذ فيه عدم الاندفاع قد يعرضك للمسائل القانوني وأنا أعتقد أنه البعض يدخلون في مسائل قانوني بسبب كتاباتهم وأنا نحص أن البعض بدأ يمسح التغريدات ما لها اللي كتابات المشكلة أن هي أيام جميلة وآيام رائعة وآيام احتفالات وأعتقد أيام احتفالات لا نريد أي شيء يعكر صفه هذه الاحتفالات موضوع لا أعتقد أنه يستحق أن نشكك في وطنية أي شخص أو إماراتي بالتحديد أنا أعتقد أن الإماراتيين ميزنا في الشيء ميزنا قوة الانتماء والولاء لهذا الوطن وتقديره لرموزه وشيوخه وصعب أنك تجد إماراتي يعني ويخون نحن لو انتظرنا كم ساعة ساعتين تضحة الصورة يمكن الوقت ما كان يقص في تركال ويعقوب في حكم أنه كان في التكريم في الجائزة الأشيوية ما كان عندي وقت حتى ينزل تصريح هو أنه محكم في هذا الارتبار بعد الجائزة نزل الخبر هنا مجرد ساعات كانت تفرق من الخلق البلبلة هاي بمحمد بمحمد عشان أنا بعد ما أخذك في الموضوع هذا بشكل طويل أريد أن أتكلم عن الدوري وأستغل الفرصة أنك أنت معنا أنت تتوقع الفوز بالدوري الذي يرشح الوصل أو العين وأنت أعتقد نصراوي على حسب علمي أنت أعتقد سؤالنا حزاظيات النصر وين عن الدوري النصر ضربة طويل بعد راجع يعني إن شاء الله المنافسة بعد عن المنافسة اتعد عن المنافسة سعدت أن الوصل أعتقد يعني عندهم حظوط أكثر وأنا دائما أقول لهم حتى لأخوة الوصل يعني دول بعض هذا بس أنا أقول لهم في الرياضة ليست في الملعب إذا الرياضة الكرة الحكام وياك الحظ وياك هذا كلام كبير أنك أنت ترشح الوصل و أنت نصراوي الجمهور نصراوي بزرعة قلت لك قلت لك ليس بأنا أن أرشح أنا أتكلم بالمنطقة وأتكلم أتكلم الكرة تبقى ماشي معهم دعنا نكونواقعين الكرة ماشي مع الوصل ويبدو أنهم حظوظهم الأكثر يعني يميز النفس الطويت ويمكن تحصل العين في الفترات الأخيرة يسحب ويمكن أنه لديه تيم لديه فريق يعني يخدم في النفس الأخير الإصابات قد تؤثر على الوصل هذا يعني أنا أبشرك أن الوصل ينسحب الأساوية لكي يتفرغ للدور هذا على حسب كلام المدير التنفيذي لنادي الوصل بوزياد عند مداخلة محمد كنت حابب أقول لك بس أن المدرب برانديلي شايف أنه قدام النصر المسلمين لكي يتدي ينافس أنت معافر الرأي ده ألا طالب معا معا بعد المسلمين أنا 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 مع أبو محمد نصر الخير أنا شوي بردك للقضية التي بدلنا فيها الحلقة كونك أنت واحد أيضا من المؤثرين في يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما هي النصيحة التي توجه لمرتدي المواقع هذه المواقع في التعامل مع هذه القضايا التي فيها مزايدات على الوطنية وعلى والله كلنا نحب الوطن وكلنا نحب العلم وكلنا نحب قيادتنا لكن شو هي النصيحة التي يعني يأخذها البعض كمزايدات في مثل هذه القضايا أنا قلت لك أخو قبل شوي قلت له الواحد تريف ساعات أو ساعتين كانت تضحة الرؤية اللي حصل كل موضوع اللي حصل هو الحكم على قبر بساعتين الإنسان ينحط نحن نرجع لنقطة أساسية نحن عيال زائد يعني الحين لو واحد يمس إيده وترده ما بد يقدر ترده واحد أنا بيني وبينه عداوة يدك بابي وكله يطلع براء أساسة مقدر وصل عندي نحن لنحكم على هذا النمر أنا كان مؤثر في السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي أنا أقول تريه وشوي تريه ثو دقائق أحسب الكلمة هاي تجلبها يمين يزار بضب كلمتي أنا أحسب علي صحي وخلاص إذا كتبته سويت ونزلت خلافت لا تتحسب إن أول لا تتحسب إن بتحذف ولا شي حذفتها ما تحذف موجودة في السيرفرات وبالإمكان استرجعها وإدانة صالي هاذا يعني ليش تتخل نفسك المدهات وليش تتفيق لدولات فتريه شوي شوف اسأل تعالوا يا جماعة شو رأيكم في هذا هذا صحي هذا غلط هو ليس الموضوع المثل عند البعض حصري يعني أنا نزلت غرات سويت بروتكاست هذا أنا أول واحد اللي يمتوي هذا شي لأن أول واحد هل هذا الموضوع صح أو غلط يجب الواحد لا يندفع في هذا الشي التريث أفضل حل وعدم الخوض في المهاترات نحن نتمنى أن هذا الموضوع أيضا ما يأخذ أكبر من حجمه لأن في النهاية مثل ما قلت أن التريث وأيضا الصبر من سواء المغردين أو المهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن مثل ما قلت الحديث أو الخوض في هذه الأمور تعرضهم مسائل قانوني والمحاكمة أيضا سعادة ضرار بالهول مدير عام مؤسسة وطن الإمارات شكرا لك وسعدي متواصلك معنا نرجع نكمل الموضوع وابو حمدان أنت تبغي تكمل الموضوع عارف أنا أنا شوف موضوع اللي حصل في بانكوك صورة سعادة يوسف السركال مع رئيس الاتحاد القطري خلنا نجزئها جزئيات أعتقد من أراد لهذه الصورة أن تنتشر كان يهدف إلى غايتين أولا أين كانت ردة فعل يوسف السركال اللي بيعقوب كانت بتأخذ من الجانب القطري وبيستفيد منها الجانب القطري لو كانت ردة يوسف السركال أنه رفض مصافحة أو دفع رئيس الاتحاد القطري عندما أراد أن يحتضن أيضا ستأخذ عليه بتأخذ عليه خاصة هم يابون إيش أنه إذا فكر يوسف السركال أنه يترشح لرئاسة الاتحاد للآسيوي أو أي منصب آسيوي آخر يقولون يشوف هذا هذه طريقة واحد يبحث عن رئاسة ما عنده ما عنده حب الآخر ما عنده تواصل مع الآخر حاط موقف مع الآخر فهذا موقف ممكن يستفيد فيه من الجانب القطري في حال أنه رفض المصافحة أو امتنع أو دفع الطرف القطري عن لحظان اللي شفناها الشيء الآخر الآن أكثر من يدفع في هذه الناحية هو الجانب القطري نشوف تويتر خاصة موقع التواصل الاجتماعي تويتر كل الجانب القطري يمتدح يوسف السركال على هذه اللقطة ويقولون في قصايت تدري الهدف الهدف أن يدفعون الموقف الرسمي الإماراتي إلى اتخاذ موقف في حق يوسف السركال لكي يبنون عليهم يقولون شوفوا هذه دولة الإمارات اتخذت موقف في حق بنسؤول قطاع إماراتي لأن مجرد صافح شخص قطري هذا الهدف فلذلك الخبث واضح من الجانب القطري في هذا اللي صور واللي ينشر واللي يمدح الخبث موجود في هذه اللقطة بشكل كبير جدا لكي يبنون عليه أشياء ومكتسبات يكتسبونها من خلال هذه الصورة ومن خلال هذا الذي حصل هذه المشكلة لما تكون أنت فاضي تعاني من تجاهل الآخرين لك تدعم الاتحاد الأفغاني أن يحصل أحسن اتحاد أحسن اتحاد صاعد الاتحاد متطور الإيراني المتطور متطور وانت وانت فرق ما تحصل مقعد في دور 16 في دولة الطلاثة فهذه الأمور اللي اليوم حصلت تخلينا يعني إحنا دائما وفي دروس بعد عالية دروس لمختلف المسؤولين يعني ما بدافع عن السعادة جلسور كالر رجل رجل لديه الخبرات اللي يمكن أنه تمكنه من الدفاع عن نفس فيما حصل سواء كانت صورة مفبركة غير مفبركة مقصودة غير مقصودة الرجل يمتلك القدرة على أن يدافع عن نفسه وأكبر أهل أكثر مني ومنك ومن أي جهاز إعلامي أن يدافع عن نفسه لأن رجل اللي وضع في هذا المنصب هو اللي الوحيد القيادة هي اللي وضعته في مرسوم سيادي في هذا المنصب هي الوحيدة اللي قادرة أنها تتعاطى مع يوسف السركال وتفهم من الحقيقة كلها وهي المخولة باتخاذ أي قرار لا أنا ولا أنت ولا أي مغرض في السوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي أنه اللي يحكم على يوسف أو يعني سواء كان مذنب أو غير مذنب ما حد منه اللي اللي يتخذ القرار والمخول الوحيد باتخاذ القرارات في مثل هذه القضايا هي قيادة الرشيدة اللي نحترمها ونقدرها ونؤمن ونقول السمع والطاعة في أي قرار يتخذ في النهاية في قانون الجرائم الإلكترونية ممكن يعرفك للمسائلة ويعرفك أيضا ل هذا من هذا فيما يتعلق علي من هاجم السركال بألفاظ نابية وهاجم بطريقة أخرى شوف من المنطق أن أنت انتقد صورة لكن انتقد باحترام صورة كانت مفاجأة للجميع فمن حقك أنك تطرح رأيك تقول رأيك لكن تقول بعقلانية بطريقة مهذبة فيها قناع فيها تساؤل هذا الحق مسموح للجميع أنا أتكلم عن الذي دخله مع الهوجة مثل ما يقولون وضرب والسركال الوطنية و إلى آخر الألفاظ هذه ما نتكلم عنها مثل ما أقولك وارد وكرر أن لله الحمد لدينا قيادة واعية وفاهمة ومدركة لا تتخيل أن الموضوع حصل من الساعة الست الصبح بتوقيتنا إلى الآن نحن أكثر عن 14 أو 16 ساعة القيادة لا عارفة وفاهمة وفيها تواصل وفي أمور كثيرة حصلت في هذا المجال فلذلك ما نبوي يوسف السرقال في أي مكان خصوصا في أيام فيها احتفالات وفيها أيضا يوم الشهيد الذي سيكون إن شاء الله غدا أيضا هذه أيام لا تطلب أن يكون شحناء أو بغضاء أو تهجم على أناس يمثلون الإمارات وهذا أمر غير مستحب في هذه الأيام صحيح لذلك أقول لك أن نرجع الأمور إلى أصحاب الأمر دائما لو في كل القضايا أرجعنا الأمور لأصحاب الأمر والله لا تحصل هذا شيء لنرى لكن مشكلتنا أن الجميع يفتي الجميع يدل يبدل الجميع يبغي يكون هو الأول الجميع الذي يبغي يكون المبادر وهو السباق عشان تحصل عدد تغريب هالي لا أرجعوا أمر مثل هذا هذا الموضوع مهم والشخصية بغض النظرة عن اسم السركال أنا أتكلم عن منصب السركال فمنصب السركال يعني منصب سياسي سيادي له مرجعية هناك من يبحث مع السركال شو اللي حصل في بانكوك هاي صورة بانكوك صورة مبسهلة ولا هينة لكن فيها من يبحث ويشوف ويراجع ويعرف الحقايا كلها فلذلك أنا ما أبغي أن الجميع يتجه في اتجاه المدافع ولا الجميع يتجه في اتجاه المهاجم أيضا لأن هناك هو أكبر عني وعنك هو لعرف الأمور كلها وخلفيات وحيثيات هذا الموضوع عشان كنوا واضحين أكثر أيضا ونحن مدافعين عن سعادة يوسف السركان لأن أيضا الموضوع فيه تعمد لأن أحمد عيد رئيس الإتحاد السعودي السابق أيضا تعرض لنفس الموقف وما انتشرت صورة بطريقة كبيرة جدا الموضوع مقصود ومستهدف صحيح مثل ما تحدث ابو حمدان وإيضا سعادة من أمارات السيناريو كله قطري كويس السيناريو كله قطري وتم إقحام السركال فيه فأنا لما يكلم السركال بقى اللي هو الطرف اللي خصينا واللي ابن البلد كما يقال يعني هو اللي بفروض اسمعه وسدقه أكثر دي مرة واحد فهو شايف شايف أنه هو هو نفسه بيقول أنه تم إقحام في هذا السيناريو بدون علمي وكان ترتب له يعني لو تلاحظ السيناريو تم إعداده قطري وترويجه قطري والرد والفعل والكلام ده يمكن ده الجزء اللي خصينا هنا ودي الحاجة اللي ممكن نقف عندها في سلوكنا اللي هو فيه رد فعل عالي جدا من التشنج والعصبية ويعني مش عايز أقول المزايدة بالوطنية لكن ده فعلا اللي حاصل في جزئية الحادثة دي وحمدان فيه مرجعية للحكاية دي تحسمها لكن ابن البلد لما يتكلم ويقول ان انا اتضحك علي او كان فيه سيناريو محبوك وانا كنت ضحيته لازم اسمعه لانه كمان اذا كان الكلام ده فيه مصداقية او فيه اهلية لي نسمعه منه بيها لازم نسمعه لازم نشوف ايه لانده فانا ان يطالب سعادة يوسف سركال بالاستقالة او التنحي عن منصبه هذا اللي كان يبغي الجانب ده المستهدف من قطر يعني ليما يصدر لك مشكلة بالاجاب ليما يصدر لك مشكلة بالسلب في الحالتين هو هيستثمر الرد الفعل لرد فعل جديد يعمل به اكشن جديد فحنا لازم نكون منتبهين لده انا فيه مرة من مرات يعني كذبت المقال بالكامير عن سوشال ميديا واللعبة بالنار فيها كل واحد يعني دلوقتي من خلال تويتر او من خلال فيسبوك او اي موقع للتواصل بيتحول الى اعلامي بجرة قلم زي ما بيقول يعني الله عارف اعرف الاعلام ايه ولا رد الفعل المفروض يقوله ايه ولا الكلمة اللي يقولها ايه وعاقبها ايه وبيكون الحكاية رد فعل متشنج وسريع ويحول نفسه في لحظة الاعلامي متمرس اكد انه بقالوا مئة سنة بيمارس اعلام دي على فكرة لعبة بالنار وحاجة كتير جدا فيها مساوئ كتير ممكن تحصل فيها مشاكل كتير يعني انا بسميها لعبة بالنار وهي ما زالت لعبة بالنار وشايف ان اللي حصل النهاردة كده شازية منها يعني انت النهاردة في ناس كتير زايدة على وطنة السركار وشافت ان هو عمل جريمة وعمل خيانة وعمل كده كتير فكل ده رد فعلي سريع وفيه تشنق وفيه عاطفة متطرفة مش فيه العقل او فيه زي ما قال ابو محمد الجزئيل فيها تريس او عقل مع تعامل مع رد فعلي فالتشنق ده مش مطلوب وفي نفس الوقت يا اخي تريس شوية اين مشكلة وبعين فيه مرجعية لناس اهم منك ومن يمكن ياخدوا فيها قرار وحمدان عندنا مصادر ان سموه شيخ هزاع بن زايد تواصل مع سعادة يوسف السركال وايضا بحث معه الكثير من المواضيع مش فقط هذا الموضوع وايضا طمأنة وايضا يعني الامور الحمد لله طيب هذا اللي اقول انا اقول لك ترى هاي الصورة يمكن من ساعة 7 الصبح بتوقيت الامارات يعني ساعة 10 تقريبا بتوقيت بنكوك او تايلاند فهل من المعقول قضية مثل هذه الصورة خصوصا ان الشيخ سموه شيخ هزاع ورئيس الفخري لتحكرة القدم هل تتخيل أخي علي ان قيادتنا رشيدة مثل هذا الموضوع يمر مرور الكرام ما في تواصل ما في تستفسار ما في لا بالعكس احنا على ثقة كاملة بان كل ما حصل اليوم هو يوم طويل صراحة قصت بالنسبة لنا احنا كاعلام لانهم مجتمين علينا ثلاث ساعات احنا كاعلام كان يوم طويل لان كيفية التعامل مع هذا الحدث كان صعب بالنسبة لنا صحيح امور ضبابية فلذلك انا اعتقد ان اذا احنا كنا عايشين في حالة ضبابية فما بالك باللي قريبين من القضية الى ان اكيد احنا على مدركين تماما ان قيادتنا تتابع كل شيء قيادتنا تتابع اذا مواطن عادي مريض في دولة في دولة من الدول تتابع شو حالته شو صحت منه يتواصلوا كيف نتواصلوا امور بسيطة فما بالك بقضية مثل هذه هل تتخيل ان قيادتنا ما تتواصل ولا عرف الموضوع ولا اتباع تباعات الموضوع ولا خلفياته ولا حيثياته من يتوهم انه والله هذا الموضوع ابتدأ وبينتهي والقيادة ما عندها علم به هذا شيء يعني من واقع الخيال لا يعقل بالفعل فلذلك كل ما يؤدار في هذا اليوم اكيد قيادتنا عارف به وهي مثل ما اقولك وارد وكرر هي الاجدر منك كلنا وهي الاقدر منك كلنا وهي صاحبة القرار في اي كانت صورة اليوم كانت على علم كانت على غير علم كانت مفبركة كانت 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 القيادة عارفة وهي التي ستتخذ القرار الصحيح ايا كانت تبعات هذا القرار فهو لذلك ارجع وكرر واعيد نفس الجملة ارجع الامر لاصحاب الامر نرجع الامر الاصحاب الامر هم اكثر منا دراية ومعرفة وثقة بكل دارة في هذا اليوم الطويل ما اكتفوا بعملية انك تلغاء الملاعب المحايدة والموضوع مستمر انك انت تطلع صور تضرب في كل الانتجاهات اعتقد هذا الافلاس بحد ذاته والله انا شايف المشهد لو بسطله مبر كده وشايف كل المواطيات بتاعته هتلاقي هم يعني الى حد كبير ايو وظفوا كل الامور لصالحه يعني شايفين المشهد الى حد كبير فيه في الامارات احتفالية فيه عيد في الامارات فيه مناسبات احتفالية وفيه ناس بتحتفل وفيه رئيس هيئة رياضة بيتم تفويجه وبياخد يعني مسا من اسيا الجو كله فيه فرحة وفيه يعني ايه جو فيه الى حد كبير جو كويس يعني حب يعملو يصدروا لك مشكلة يقلبوا الفرح ده الغم يعني فهي واضحة سيناريو وكمان حتى قرار الملعب المحيدة تحس انه جاي في توقيت مرتناقط جدا مع حسابات تانية كتير يعني انت في الوقت اللي بتعمل فيه احتفالاتك الاساوي بتصدر مشكلة لبعض الدول وبتفرح دول اخرى لكنك بتقسم برضو يعني عكس المعايير او الشعار المرفوع انت مش بتوحد ولا بتجمع انت كده بتقسم وبتفرق وبتخلق مشاكل فوق المشاكل يعني انت عندكش مشكلة السنة اللي فاتت خلقت مشكلة السنة دي وانا مش فهم السيناريو اللي بتعمل ده كله مقصود بيه غير انه يطلع لك لسانه يعني يعني اصل يعمل مشكلة ويصدر لك يعني مشكلة او يصدر لك احباط او يصدر لك ازمة وتفضل عايش فيها وهو يكون خلاص يعني عمل اللي هو عايز يعمله معك فاحنا لازم نكون منتبهين ايه له مطلوب منه هم عايزين ايه مننا وما انو انو ردود فعلي كانت متشنجة شوية برضو من بعض الاندية عندنا انو على طول انا هيقرر ينسحب او يعيب عن البطولة الاسلوية ده قرار مش قرار نادي ومش قرار يبقى يتم بهذه السرعة وبهذا الانفعال في خطوات لازم تقطعها الاول وتقرر ايه الخطوات يعني المفروض تسلكها عشان تاخد حقك وتعيد حقك اعتقد انو موضوع يعني موجود من شخص تعود على الفساد على الرشا على ايضا الغدر دس الدسائس مش غريب عليه يعني ان ايضا يصور صورة يعني او يسوي اي شي يضرب في اي اتجاه عساس انه يلفت الانتباه صحيح لكن هذه كلها تناقض الامور اللي طالب فيها معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم اللي تحدث عن النزاهة في الاتحاد الاسيوز شوف ما احترامي الكامل الشخص الشيخ سلمان ابراهيم ولكن الامور خرجت من يده تماما تماما انا اقول لك هم دائما يتهموننا كدولة الامارات يتهمون اعلامنا ويتهمون بعض شخص دولة الامارات بانهم والله يلعبون على السياسة او احنا نتكلم عن السياسة او حولنا حتى الرياضة حولناها سياسة على العكس تماما الان ما يحدث في الاتحاد الاسيوي بقيادة المهندي سعود المهندي هو سياسة كاملة يعني انا بيعرف شو يتغير في الملاعب الايرانية هاش سنة على السنة الماضية مع السعودية بتخليق كل ما يحدث كل ما يحدث في الاتحاد الاسيوي بقيادة سعود المهندي هو سياسة اللعب على السياسة اللعب على السياسة بشكل واضح انت لما تستفز اندية السعودية والإمارات أو الإمارات والسعودية في موضوع والله ما في مجال أن تلعبون على ملاعب محايدة هذه سياسة لأنه سعود مهندي يلعب على مكتسبات يبغي يكسب من هذا القرار هذا مش قرار رياضي هذا يبغي يكسب من وراء مكتسبات لدولته دولة قطر لأنه يبغي يوصل الأندية الإماراتية والسعودي إلى حد الانسحاب ويروح يشتغل عليها في الاتحاد الدولي ها شوف ما في شيء قرار العلاقة بين الدولتين ما فيها أي خطر على اللاعبين ما فيها أي رغم أن هذا القرار كان موجود في العام الماضي وأن الأندية الإيرانية والسعودية تلعب في ملعب محايدة شو يتغير في هذا الموسط يعني تغير أنه سعود المهندية بغير هذا اللي أنا أقول لك أن سعود المهندية هو اللي يلعب على السياسة مش الإمارات اللي يتلعب على السياسة هو اللي يلعب على السياسة هو اللي يريد أن يجر أندية الإمارات والسعودية إلى الانسحاب يلعب على مكتسابات أو يكسب من خلال هذا القرار مكتسابات أخرى للوصول إلى الاتحاد الدولي وتوجيه الاتهام إلى دولة الإمارات والسعودي أنهم اللي يتكلمون سياسة وبعيد عن الرياضة والرياضة ما فيها شيء فلذلك اللي يتهمنا أن نحن نسيس القضية لا هم من يسيسون القضية وهم يتكلمون سياسة أكثر من أي طرف آخر مشكلتهم صغيرة أعتقد بوزياد مثل ما قال أيضا الوزير عادل جبير وأيضا معالي أنور قرقاش مشكلتهم صغيرة جدا ظاهر تألم موجود حول الموضوع للرياضة وهو موضوع في السياسة لو بسط لها بالمنظور ده هتلاقي أن اللي كان من السنة اللي فاتت حاضر أو المشهد كان فيه لعب في لعب محيطة وليس مشاكل بين السعودية وبين إيران وكانت الإمارات ما عنداش مشكلة جديدة على سعيد إيران إنها تلعب بينك أو العكس اللي جد اللي جد على المشهد هو المقاطعة العربية لقطر وهي المتغير الجديد اللي خلى لنجلة المسابقات تتخبى فيها وتعمل مشكلة على ملعب محيطة لكن مش هو ده المسبب الحقيقي هو دخول قطر في المعترك هي عايزة تستسمر المشهد لمصلحتها بأي شكل خاصة أن فرقها تعاني يعني هي في الحالتينها كسبانة يعني إذا كذبت إنها مثلا إن أنت تنسحب وهي تتأهل مباشرة بدون اللعب فهي كذبت كذبت المعركة تحتها لذلك أنا في أول الكلام أنا حابب ما نروحش على اللي هم عايزينه يعني نكون وعيين لرد الفعل اللي هم عايزين نروح إليه وما ننورهمش مردهم كما يقال يعني يعني أنا حابب يكون فيه طرق للسرق والسبل القانونية المشروعة للآخر خالص قبل أن نقرر الانسحاب كرد فعل سريع أو يعني فيه عاطفة أو انفعال اللي هم عايزينه ببساطة أنا عدوي عايز كده أنا ليه أعمل لو عايزه محمد دانك قطر كانت موجودة يعني من قبل وإيضا دائما تعمل في الخفاء تعمل في ما هو خلف الستار لو نقول في الكواليس وهذا أسلوب الجبان اللي يتعود دائما أنه ما يواجهك لكن أنك أنت تتخذ قرارات بقرار شخصي وإيضا تحكم في قرارات باقي الأعضاء مشكلة كبيرة بالنسبة لسعود شوف إذا بنتكلم عن الدسايس والمكايد والخفث القطري في شتى الوسائل وشتى القضايا يبغي لنا حلقات لكن أنا أقول لك أعطيك مثال شخصي الضعيف هذا مرة قناة تلفزيوني قطرية تكلموا عني حوالي 25 دقيقة لأن في نقل سببت لمقلق إحدى المناسبات الرياضية عدى لعب قطري ما تجبت اسمه وهذا من حقي أنا كمعلق أو ناقد مع أن اللي هم يتحدثون عن المهنية في فورمال لون بحداث الاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة الحبيبة قبل أيام تعرض مراسلهم للإحراج من الضيف متبل البطل الفرنسي ألن أعجبني قال قال لأسكت لأن النشيل الوطني والسلام الوطني أنا بصراحة عجبني أنا لا أجبت اسمه لاعب قطري والمزياء لا يعرف سلام أي دولة فهذه مشكلة لا هو عارف أي دولة تعمد وهي عملية تعمد وأنا أعجبني البطل الفرنسي ألن أحراجه اللي أعطى الدرس في المهنية رغم أنه مش علامي درس في المهنية وإخلاقيات العمل العلامي عملية الوقوف للسلام الوطني احترام النشيد الوطني طبعا فهذه بعض المثلة البسيطة لأن هم مع الأسف وصلنا إلى مرحلة علي مرحلة أن كل حديثهم الآن عن ضرب ضرب تحت الحزام يعني إذا قناة تلفزيونية تخصص كل نشراتها عشان المساس بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم كله يكذبها هذه القناة العالم كله يكذبها وهي أصبحت بشكل يومي كل نشراتها الرئيسية هي قضايا ومواضيع وأخبار كلها تريد المساس بدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى العكس تمام بعد ما يطلع الخبر بربع ساعة العالم يكذب هذا الخبر ليطلع من هذه القناة يعني لا مهنية ولا شرف الاختلاف ولا أي ذائقة لا في في التعامل مع خصمك إذا اعتبرونا خصوم لا هم قادرين يتعاملون بشكل شريف في المعاملة مع أنهم ربع شريفة هم ربع شريفة مع أنهم ربع شريفة لكن لا تقدر تدخل معهم في أي نقاش لأن يهبطون بالحوار إلى أدنى درجة لا تقدر تتكلم معهم بالمهنية لأنهم لا يمتلكون المهنية والمصداقية كثير كثير من الأمور إذا قل لك نبغي حلقات إذا هذا الموضوع لأنه لا ينتهي لا ينتهي طوال هذه الأزمة التي مثل ما ذكرت المسؤولين الخارجية عندنا في السعودية تعتبروها مسألة بسيطة وصغيرة جدا ولا تذكرت لكم هم يبنون عليها تعرف المظلومية التي ضربني وبكى وسبعني هم عايشين على المظلومية أننا محاصرين وإحنا 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 محاصرين ويسافرون أي كل مكان محاصرين ودخلون عليهم كل شيء يعني حتى العمود الفقري الذي يشتغلون عليه وهو الحصار بما يطلقون عليه يطلقون عليه طبعا نحن عارف لكن هم اللي يبنون غضيتهم كلها كل غضيتهم بنينها على موضوع كلمة الحصار اللي هي بعيدة تماما عن أي ممسك قانوني أو مرجع قانوني ويشتغلون عليها وبعد حتى في هذا في هذا في هذا الركيز اللي يعتمدون عليها مخطئين والعالم كل يكذبهم كلمة شريف أنا قمت أتحاشاها ما قمت أقولها يعني رغم أن نحن نتكلم عن الشرف وإخلاقيات العمل الإعلامي والمهني اللي كان بعيد كل البعد عن مراسل هذه القناة للأسف يعني البطل الفرنسي هو من علم لكن ندروا درست في الحالة الرقل ندروا درست على الهواء نتكلم من ذا إعلامي وللأسف أنه يغطي نشاط كبير هو ون واللي نفخر بوجود هذا الحدث الكبير في عاصمتنا الحبيب أبوظبي لما ما يكون عندك أنت شرف علامي أو أن شريف لكن ما عندك أيضا شرف أو أساسيات في الأخر بتدور على شرف مش فرق مع الشرف بتدور على مصدقية ومهنية من واحد إلى حد كبير بيدوس على المهنية كل شوية بتدور على صدق ونزاهة وفي طول الوقت ما بيفيش مراعال المسألة دي فأنت ما تزرعش في أرض بور يعني أو بتدور على يعني يعني عن نار عند واحد زمقان يعني ما 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 على مستوى أي حاجة أي شعار رفعوه في هذه المسألة وبعدين جزاد وكمل الموقف الأساوي للحد كبير كان موالي لهم بشكل واضح ومتواطئ بشكل بشكل بشع يعني ويخليك إلى حد كبير تعتح ثباتك من أول جديد أنا محتاج أنا زي ما شايف الموضوع زي ما قال أبو حمدان في توظيف سياسي للقرار الرياضي صح دلوقتي كمان محتاج توظيف سياسي لتصحيح الوضع لأن فعلا لو سبناها رياضة في رياضة يمكن يبدل الأمور على علتها عادي ستتخل سياسي لأن فعلا في أمور بيتم فيها اللاعب بطريقة غير شرعية وغير مأمونة في مجال الرياضة دلوقتي الرياضة بقت فعلا أداة من أدوات السياسة وإحنا تعودنا كخالجيين أو في المنطقة الخالجية إن الرياضة بتعمل تحت المظلة السياسية ماينفعش العكس فما تجيش تقلبها دلوقتي وتقول لا ده الرياضة هتصلح الكون سياسيا لا مافتكرش وده رهان خاسر ولازم يكون السياسة كمان تكون المظلة للنهاية ويكون نتحدى الأساوي شايف المشهد كما يجب يعني شيخ سلمان قال خليفة مش خارج المشهد الخالجي أو خارج المنطقة الخالجية أو بمعزل عنها إذا عمل مش شايف أو صم أزليزة كما يقال يعني يبعى عفوا بيتجاهل وبيد يظهره لدولتين مهمتين والاتحادين كبيرين على صعيد أسيا اتحاد السعودي والاتحاد الإماراتي مش قريليين أسويا وأنا شايفه هو نفسه بيلعب النار بهذه المسألة وممكن مستقبل ندفع تمن غالي جدا لأن تقل السياسي للإمارات والسعودية مش بس في اتحاد الكورة دول بلدين كبار في أسيا والاتحادهم كبير في أسيا وأنديتهم وانتخباتهم هاي اللي بتوصل للنهايات على السنين الأخيرة يعني آخر مرة حضور لقطر دوري أبطال أسيا 2011 من السد القطري فأنت فين وحضور الإمارات فين والسعودية فين أنت يعني بيلعب حتى بمسابقته اللي هي مفروض يكون يأويها ما يضعفهاش ففيه فيه شيء متغيرات غلط وهو نفسه يعني مش حسبها كويس بتاقي لي يعني يعني لإصلاح الأساوي والمنظومة الأساوية كلها مش شايفة المشهد كما يجب محتاج حد يعدها لرجدها وتفكر من جديد آخر 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 نهايات برجع لموضوع مهم جدا اللي أنا بديت فيه الحلقة ولازمنا نتحدث فيه يعني لازم ما ننجرف للمزايدة في الوطنية والمزايدة في الموقف اللي تعرض لسعادة يوسف السركال ونشكك في وطنيته ونطلع بحماس ونتكلم على الهواء ونقسم يعني أيضا ما في حد يزايد على وطنية الآخر بوحمدان طبعا هذا اللي أنا كررت أكثر من مرة إحنا فيه قضايا أنت حين ما تتكلم عن حكم محتسب ركلة جزاء بوحمدان يعني أنا بلغني أيضا من الإخوان في الكنترول في العداد أن أيضا أحد الإخوان ظهر على الهواء ويقسم قسم الولاء وأيضا المزايدة غير مطلوبة في هذا الموقف شوف يعني أنا ما زايد على من بلدي بصراحة نحن نشوف ما نتكلم عن زملاء لهم طريقتهم في التعاطي مع هذا الموضوع ولهم طريقتهم في بحث أي قضية تطرح على الهواء لأنهم حرين في هذا التعاطي مع أي قضية لكن أنا أنا أتكلم عن جزئية مهمة علي إحنا ما نتكلم مثل ما قلت لك عن ركلة جزاء احتسبح حكم أو لا إحنا نتكلم عن قضية مهمة جدا فيها شخص فيها دولة فيها رموز فيها 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 ما فيها ما نقدر نتعاطي معها يعني حصل الآن هاجمت السركاء طالبت باستقالت وإلى آخر الآن بعد يومين جاء واستقبلت قيادتنا أنت شو موقفك؟ شو موقفك أنت؟ هل أنت وطني أكثر عن القيادة؟ هل أنت تبغي تبين أنك أنت مصلحة الدولة تهمك أكثر عن قيادتنا الرشيد؟ فالتسرع مثل ما قال أخونا ضرار بالهول كل ما طيبة طرحها هو لا فيه تريد تريد التأني وعنا لله الحمد إحنا شو وصلنا ليش إحنا هذه الأيام ونتغنى بدولة الإمارات العربية المتحدة ونتغنى بإنجازاتها ونتغنى بموصلة إليها من تطور ورقي وحضارة لأن لله الحمد الله حبانا بقيادة تمتلك الرؤية الصحيحة لا تستعجل في اتخاذ القرارات لا تستعجل في اتخاذ أو دخول في أمور إلا بعد دراسة وروية ورؤية للمستقبل ورؤية لكل شيء فلذلك نحن سرعة في اتخاذ القرارات العفوية العاطفية صحيح في بعض القرارات تأتي من العاطفة لكن أيضا لابد أن نتريث في اتخاذ ندرس الموضوع من كل جوانب خاصة مثل هذا الموضوع لا يمكن لأي واحد أن يدلي بدلوة إلا بعد الوصول إلى حقائق هذا الحدث كيف وصلنا كيف حصل كيف خلفياته حيثياته مكلفة للجميع مكلفة للجميع؟ صاحب راي وأيضا من ممكن أن في النهاية تأتيه ردة الفعل المعاكسة من البعض لذلك نحن يجب أن نكون نبعد العاطفة جانباً مثل ما أقول أكرر سعادة يوسف السركال هو الأقدر والأجدر بالدفاع عن نفسه نحن لا ندافع عن حد في هذه القضية هي قضية عامة طرحت بهذه الطريقة من الصباح إلى الآن لذلك نحن لابد أن ندريد دلونا بعقلية بروية باتزان عدم الإنجرار وراء قرارات عاطفية لأننا ندرك تماماً أن القرار في النهاية في يد ناس أمناء على هذه الدولة وعلى رجالها لما تكلم بعقلانية باتزان بروية هذا يخلي الطرف الآخر الخصم يعني يحترق من الداخل يعني تسبب له أزمة لو تردد له كرة تانية في ملعبه يعني كمان يمكن أن أهم درسي مستفد من الحكاية دي وغيرها طبعاً من كل ما يحدث على السوشيال ميديا أنت أول ما تيقي برسالة ويمكن أن نوقعها كأنها نصيحة لا يحد يتعطى وكلنا متخطم على سوشيال ميديا دلوقتي يعني يمكن في قرارين بيعملهم أي واحد بيشوف الرسالة على الموبايل يما بعد ما يراها على طول يما يعمل رد ويعمل بوست أو يعمل أي حاجة فيها رد أو ريتويت أو حاجة زي كده أو يعني يشيرها في الحالتين أنت محتاجة تفكر يعني ما تشيرش أولاً اللي هتعمل أن هتعمل الهدف اللي هو عايز يعمله المعادي لك أو المنافس اللي عايز يصدر لك مشكلة هو عايز يعمل ترويج لهذه الرسالة الأكبر عدد ممكن من الناس يقروها فأنت على طول عملتها بالشيرينج ده وعملت له هو عايزه نمرة اثنين لو انفعلت وخدت قرار ورديت بسرعة وعملت يعني قرار فيه انفعال أو فيه عاطفة زيادة أو مبلغة أو متطرفة بأي شكل من الأشكال أنت خلاص كده دخلت في خانة الخطأ يعني اللي هو اللي فيه تجاوز واللي يضعك تحت المسألة القانونية ففي الحالتين انت لازم تترائز وتفكر ايه المفروض يتعامل ولما رد كمان قد العقل يمسح التفكير وفترة التفكير قبل ما رد لا شير بسرعة ولا رد بسرعة عجبتني لغة السوشال ميديا شيرها بسرعة شاركها وايضا يعني لكن ايضا مثل ما قال بوحمدان ومثل ما قلت أن نشارك الأمور بعقلانية باتزان بعدم التسرع ما شاركها بايضا المزايدات الوطنية والمطالبة بالاستقالة والرحيل عن الهيئة التي استلمها أو اتخذ إدارتها منذ أيام يعني أيضا هو أمام عمل كبير بوحمدان سعادة يوسف السركال في الفترة القادمة مش وقت احنا نطالب بالاستقالة يعني هذا ظلم كبير للرجل شوف 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 انا علي نحن لا نحجر على أراء الناس لا 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 نحجر على أراء LieER لأن لهم أرام عمل لهم لهم يمكن يكون في عقلانية أيضا لهم رأينا Stige لكن Anyoneがある هذه الميزة صحيح ما ينسلك الميزة ما بتقدر تجبرها وتعلمه من أول بيديد أن يكون عقلاني هو ما يمتلك هذه الميزة هذه ميزة على الفكرة العقلانية ميزة من ميزات الإنسان الناجح والحكيم أنه يقدر في لحظات يقلب الأمور ويشوفها ويشوف مدى إمكانية الخوض فيها متى يمتنع عن الخوض فيها متى يدخل لذلك قضية مهمة وشغلة الرأي العام لا ينكرها لكن كيفية التعاطي معها هي التي يجب أن تدرس بلغني قبل قليل أن الزميل معتز الشامي الزميل الصحفي في صحيفة الاتحاد ويضا الكابتن علي حمد البدواوي الحكم الدولي السابق تعرضوا لحادث بسيط وأمورهم طيبة الحمد لله وهم تواصلنا معهم من خلال الكنترول أن الإصابة طفيفة من خلال حادث سير بسيط وإن شاء الله الأمور طيبة نحن وصلنا للختام الحلقة تحمد لنا بالسلامة الحمد لله الحمد لله وإن شاء الله الحمد لله الحمد لله شكرا لك شكرا لك بوزياد شكرا لك وصلنا إلى ختام حلقة الليلة اللقاء يتجدد بكم يوم غد بمشيئة الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة